شكرا شهد وشكرا كمان لفرقة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون على هالأجواء الأكثر من رائعة حمسونا هيك بالستوديو خلونا عن جد رايقين ومبسوطين شكرا للكم حضرت لكم مشاهدينا هل لا أخبار من هنا وهناك أول خبر معنا رح ياخدنا للفيتنام كلنا منعرف قدين نوم ضروري وإذا ما نمنا ساعتين ثلاث ممكن نعصب ممكن نكسر ممكن نزعل عن جد الناس اللي قدامنا هالخبر اللي معنا كتير غريب امرأة تبلغ من العمر خمسة وأربعين سنة صار لها مش يوم ولا يومين مش نايمة صار لها واحد وثلاثين سنة كتير غريب هذا الموضوع للأطباء اللي حاولوا إعطاها أكتر من دواء أكتر من مسكن لحتى تقدر تنام بس للأسف هالمرض كتير نادر عشان هيك ما عم تقدر تنام أبدا نروح لخبرنا الثاني اللي رح ياخدنا لمدينة وهان بالصين اللي هي بقرة انتشار فيروس كورونا كنا بنعرف قدي متأهبين الشعب الصيني وخايفين من انتشار الفيروس بينهم هالسيدة عمرها قدي عمرها راح من عندي قدي عمرها 62 طبعا ابنها قام بحبسها بالغرفة لحتى ما تهرب وما يصيبها الفيروس بس هالشي ما منعها انها تضل في البيت حاولت انه تنزل من بيتها من الطابق الثامن للأرض نزلت بنجاح وكانت مجهزة حالها ماخدة معاها شانتا وصح ان اندومي لحتى تأمن حالها انه ما تجوع هالخبر كتير غريب وبيفرجينا قدي الناس ممكن تتصرف تصرفات ما تكون واعية عنها راح نروح بعد هيك لخبرنا الثالث يعني بعد ما اعلنت موسوعة جنس اكبر معمر بالعالم اللي هو الياباني عمره 112 سنة بس للأسف ما لحق يتهنى بهاللقب بعد يومين توفى ما قدر يتناول الطعام ويصيب بالحرارة وصعوبة التنفس راح نروح بعد هيك لخبر من روسيا بالعادة منسمع انه ممكن اشخاص يحبسوا قطة او بسة بالبيت بس انه يصير العكس الخبر كتير غريب بسة قامت بحبس سيدة بالمطبخ لمدة يومين كيف؟ الموضوع كتير غريب عن جد سكنت عليها بالمطبخ هاي البسة كتير متوحشة السيدة حاولت انه هي تستنجد بالناس من الطابق الثالث من شباك مطبخها لحتى يفتحوا لها البيت حاولوا بس كمان البيت ما هو مقفول من الداخل فما كانوا قادرين يساعدوها بسهولة الا لما تدخلوا طبعا ناس مختصين لفتح الباب واكيد انقذوها منها القطة المتوحشة خلصت اخباري من هنا وهناك لهون بقى خلونا نروح نشوف مبادرة لأيد بأيد